طبعا هذا بقودنا للسؤال الآخر ليه بالذات يسوع المسيح إيه الشروط اللي بتتوفر في الفادي أو في الشخص يسوع المسيح اللي بتختلف عن أي شخص آخر ممكن يقوم في هذا الدور شكرا على السؤال الجميل داخل نزار طبعا قلنا أن الزبايح الحيوانية ما كانتش بتكفي لكن كان الله بيقبل الناس على أساس رصيد زبيحة المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم طبعا علشان يبقى شخص يفدي العالم كان لازم بقى فيه شروط ممكن نطلق عليه شروط الفادي إيه شروط الفادي أول حاجة لازم أن يكون خالي من الخطية وإلا لو هو الفادي ده خاطي يبقى محتاج حد يفديه وعلشان كده الرب يسوع المسيح الوحيد اللي على أرضنا لعمل خطية ولا عرف خطية ولا في خطية دولة مش مترادفات دولة يعني العمل ولا عرف ولا سكنة جوال خطية ده مش كده بس كان غير قابل أن يغلط قدوس بلا شر انفصل عن الخطى ده أول شرط شرط كمان أن يكون اللي هيقدم نفسه زبيحة لازم يكون غير مخلوق لأننا لو موت لو قدمت نفسي زبيحة يبقى أنا بنتحر يعني نفسي مش ملكي إلا شخص واحد جاء على أرضنا عظيم هو سر التقوى الله زهر في الجسد هو المسيح اللي كانت نفسه ملكه قال لي سلطان أن أضعها والسلطان أن أخذها أيضا ثم لابد أنه قيمته تكون أكبر من كل البشر لأنه علشان يفدي العالم كله كان لازم قيمته أكتر من كل البشر اشتركوا في القناة